نعرف أكتر عن استعدادات فرقتنا لمباراة فيتا كلاب يوم السبت معنا تقرير نشوفه مع حضراتكم ونرجع في البيت الكبير يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز على نظيره فيتا كلاب الكنغولي في المواجهة المرتقبة والصعبة بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي في التاسعة من مساء السبت المقبل بمنافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دور أبطال إفريقيا ويأمل الجهاز الفني واللاعبون أن يكون اللقاء انطلاقة قوية لكي يعود لمكانته المعروفة عنه في جدول الترتيب ويحافظ على حضوضه في التآهل للدور المقبل كأول المجموعة في رحلة البحث عن لقب الأميرة السمراء للمرة العاشرة في تاريخه لا شك أن الأهلي هو الفريق الأنجح في قارة إفريقيا ليس فقط على الصعيد المحلي بل أيضا على الصعيد القاري وحتى العالمي فقد ارتبط اسم النادي الأهلي بلقب الأكثر فوزة فهو البطل التاريخي لمسابقة الدور الممتاز وبطولة كأس مصر وحتى السوبر المحلي وهو أيضا أكثر من فاز بدور أبطال إفريقيا في التاريخ بفارق كبير عن أقرب منافسي الزمالك بل ويعد من أكثر الأندية حصولا على البطولات في تاريخ الساحرة المستديرة واستهل النادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة المريخ السوداني في لقاء الجولة الأولى الذي حسمه الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد قبل أن يخسر في لقاء الجولة الثانية أمام سنبا التنزاني بهدف بينما افتتح الفريق الكنغولي مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام سنبا التنزاني بهدف دون رد قبل أن يكتسح المريخ السوداني في لقاء الجولة الثانية برباعية مقابل هدف ولو نظرنا لجدول ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعات الإفريقي نرى أن فريق سيمبا التنزاني يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط ويأتي فيتا كلاب في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي والذي يحل في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط أيضا بينما يقبع المريخ السوداني في قاع جدول ترتيب المجموعة في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط ويخوض النادي الأهلي مباراته الثالثة في تاريخ مواجهاته مع فريق فيتا كلاب الكنغولي قبل موقعة السبت المقبل حيث التقى الفريقان في مبارتين قبل ذلك وبالتحديد في دور المجموعات ببطولة دور أبطال إفريقيا عام 2019 حيث فاز النادي الأهلي بالقاهرة بهدفين دون رد في بداية شهر يناير من عام 2019 على استاد برج العرب حملوا توقيع ناصر ماهر وعلي معلول قبل أن يخسر في المبارات الثانية التي أقيمت على ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا بهدف دون رد وتعود أولى مواجهات نادي القرن الإفريقي أمام فرق الكنغو إلى نسخة دور الأبطال عام 2002 وتحديدا في مرحلة المجموعات عندما التقى النادي الأهلي مع فريق تيبي مازنبي في الأول من سبتمبر 2002 وانتهت المبارات بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله أحمد بلال فيما كانت تعادل السلبي سيد الموقف في المواجهة الثانية بين الأهلي ومازنبي في الرابع عشر من سبتمبر وانتظر النادي الأهلي عشر سنوات كاملة قبل أن يلتقي مجددا فريق تيبي مازنبي الكنغولي في دور المجموعات لدور الأبطال نسخة 2012 حيث أقيم اللقاء الأول بالقاهرة في الثامن من يوليو عام 2012 وانتهى بفوز النادي الأهلي اثنين واحد وسجل هدف الأهلي الأول عماد متعب وأضاف محمد ناجي جدو هدف الأهلي الثاني وفي الثاني من سبتمبر التقى الأهلي مع مازنبي في إطار الجولة الخامسة وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بنتيجة اثنين صفر وبهذا يكون النادي الأهلي قد التقى فرق الكنغو في ست مواجهات حقق الفوز في ثلاث مباريات وكانت تعادل حاضرا في مباراة وخسر الأهلي في مواجهتين سجل خط هجوم الأهلي خلال تلك المواجهات خمسة أهداف واستقبلت شباكو أربعة أهداف اشتركوا في القناة